صباح الخير على كل مطابع جديد في الوطن أنا معاكم محمود الأمين إحنا معاكم هنا حالة جديدة شكرا حالة سالي هنا في الشارع هي شكلها بنت ناس ومتعلمة بس فيها عندها صدمة عصبية تقريبا إحنا مش عارفين نتكلم معاها بس اتكلمنا معاها كده بالراحة لقينا سالي عندها قصة كبيرة وحكاية كبيرة بس الشارع هنا متبهدلة في الشارع كمان سالي بشكلها بنت ناس قوي من كلامها بتكلم انجلش بتخاف حد يتعامل معاها بتقول كلام إحنا فهمنا الكلام إنها إن هي تعرضت لأزمة كبيرة في حياتها تقريبا هي خريجي التجارة جامعة اسكندرية هي من اسكندرية من سموحة في تفاصيل كتير تعرفناها منها كانت بترسم بس الورق تتسرق منها ما بتقبلش من أي حد حاجة هي ما بتتسولش سالي فتاة زي ما احنا شايفين كده فيه مش عارفين نتكلم معها بقوي فيه أحد الجران هيرولنا حكاية سالي حكاية سالي حكاية سالي زاكا محمد زاكا فنو قل لي إيه بقى سالي من هنا من إمتا؟ هي ظهرت هنا من حوالي أكتر من عشرين يوم محافظة إحنا سايفين إحنا محافظة على الكمامة قوي لابسة الكمامة بتلعقش هي عادة هنا من أكتر من عشرين يوم ما بتقزيش حد ما بتطلبش من حد حاجة ما بتشحدش بس تسلوبها بتلكلام بتتكلم إنجليزي معها مصحف الشنطة بتاعتها على طول معها مكياش بتاعها معها كل حاجتها بس هي أيا ما بتحبش حد يقرب من حاجتها خالص لا ما بتحبش حد يقرب من حاجتها تفتكر إنها حد يقرب منها فكرنا إنا جاية سرقة بس تسألي هنا دايما يعني معها حاجتها بقى إيه حاجتها؟ شون تديمان اليه أنا هدوم معها مكياش معها مرأة معها حافظ لا ما تتكلم عليك لا 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 ما تتكلم عليك بس ماشي 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 قول لي بقى يا محمد ايه ايه حكايتها ايه ظهرتنا لما بنسألها انت اسمك ايه قالتها ناس مثالي خرجت تعالى كده القدام ابتكلم مع محمد خرجت تجارة من جامعة اسكندرية وبتقول لانا بنسموحها من اسكندرية وجابت سيرة رانيا علوان بتقول لانا بعلمها السباحة وجابت بتقول يعني بتفهم هي بتفهم وطبقا هي بتطلب كل حاجة بالانجليزي بقين عليها بانتناس بس الله علم بقى ايه اللي حصل و ايه اللي الظروف اللي فيها مش عاكسين واخدى الصدمة جامدة من واحدة اسمها سارة دايمة اه سارة دي بقى هي دي عقودة حياة الله علم بتقى تشتم واحدة اسمها سارة هي الاتزان النفسي عندها والعصبي احنا مش عارفين نتكلم معاه خالص اه بس شكلها يعني صارت علينا حالتها شكلها بنتناس قوي ومحافظة جدا اه كمان اه كانت بتقول انها خبيجة تجارة وشغالة في التسويق صح؟ صح اه بلتها مشغالة في مجال التسويق قاعدت شغالة في مجالة في شركة كبيرة وتتكلم انجليزي اه تتكلم انجليزي كواس جدا على فكرة جدا جدا كان اه تكلم انجليزي كواس جدا الاكل بقى بتاكل كده معين صح? اه جبنة صبح افطر جبنة اهم حاجة جبنة اه في الغداء او العشاء لازمة فراخ ما متطلبش يعني انه هو عايزة بتاكول كشر بتاكول حاجة تاني ما مش عايزاها انا عايزة فراخ بس ما بتطلبش الاكل معين ده اه لأ فراخ وتكيت اوي لو حد جي جم بحاجتها بطيوه لو بيتبه في بطنية بقوله أخدها تقولي لا لا أنت بطنية بيتبطنية أخبر صديدة بيسه بداش تيب المساعدة من حدي تحبش المساعدة من حدي هيا قد hear دخلها في حاجة وعشرين يوم حاجة وعشرين يوم هنا في الشارع ظهرت هنا الأول ما كنتش بتتكلم نفسها كانت عدية كتت هدية جدا وعقلة جدا ما كنتش بتشتم ولا بتقول لي في عدب ولا بتتكلم نفسها ولا اي حالة الفترة بتاعت التكلم بنفسها دي بقى بعدها بتاع عشر تيامة أو حاجة زي كده بقيت تكلم نفسها بتشتم بزعع كده نما الأول كانت بتتكلم بغدب وبيحترام ما ترلطش في حد يعني دلوقتي تخلق اي مسلا واحدة ماشية أو اي حاجة جدا حتكلم تستطيع ليه بقى متضيقة كده بص هي حتى لما شافتنا بنستور وبنتكلم عن ما هي فهمت وبتلم حاجتها وتمشي ليه؟ هتقف في اي حتة تانية ولما حاجتك تمشي هترجع تانية لما نمشي يعني هي متضيقة من اي حد غريب؟ اي بتحب مش حد غريبي يقرب منها بتخاف عندها خوف زيادة عن اللازم يعني بتخاف من الحاجة زيادة عن اللازم بتخاف جدا يا بصراحة احنا التعامل معها صعب جدا انا او انا ما عنديش خبرة في التعامل شوية عشان هي في صدمة عصبية او في حالة انهيار نفسي احنا شايفين هلوقتي هي اساسا هي مش متصولة ومتقبلش من حد بس الشارع تقريبا يعني هي خايفة جدا من اي حد بيتكلم معاها خايفة بتخاف بتخاف ان من كتر ما تعرضت لي في الشارع صدمات بتخاف اي حد غرب منها اي حد يلمسها اي حد يجي جنبها انت بتقولي كانت جات لصيدلية عملت حاجة او في حاجة او كانت جات نشتري حاجات ودخلت اول ما جات كاب نشتري حاجات عادي واشترت مرهم تجميل على حاجاتها او لبسها طريقة لبسها طريقة لماها لحاجاتها اه 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 هي شكلها بانتناس يعني بس الدنيا او مش عالفين نصب ما ايه بالزبط بس هي من خلال كلامنا معاها بالراحة كده ان هي اه اه اتعرضت لخيانة اه اه هوية متجوزة هي بتقول انها اه كنت متجوزة هي متجوزة ايه فعلا اه وبتقول كانت شغالة في شركة كبيرة اه بدون ذكرى اسمها يعني هي شركة عالمية ما شاء الله اه شغالة في التسويق اه فيها اه 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 كمان ما شاء الله عليها يعني عارفة حيات كتير جدا ما شاء الله متعلمة اه اه عارفة فاكرة تقدير بتاعها في الكلية اه اه كمان اه اه يعني ما بتديش الامان لحد من كتر الصدمات اللي هي خادتها في حياتها باين جدا من طريق التعاملها باين جدا من اه 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 طريق التعامل مع الناس اه بتبقى خايفة اه 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 واضح ان الشارع آآ بهدلها كتير كتير جدا